طبعا هناخد الأفكار الرئيسية والمعاني من الملخص بس خلينا نكمل حل الأسئلة ونرجع للملخص أو إذا بدكم نفتح الملخص على طول يلا نفتح الملخص تحدث النص عن بعض المواقف التي تدل على فصاحة وفطنة الصبية حيث تحدثت الفقرة الأولى فكرتها الرئيسية يجب على الإنسان أن يمتلك الفصاحة والفطنة في إدارة الأمور الفصاحة تعني نطق اللسان الكلام الصحيح خاليا من الأخطاء الفطنة شدة الذكاء الغلبة الفوز والنصر أبا رفض وأعرض ذو تعني صاحب استعفى طلب إعفاءه وأعرض أي رفض وسلم الله فاك أسلوب دعاء وأقبل أتى ويسرني يسعدني الآن نعود للإعراف بعد ذلك بعدما أن ننهي المعاني الفقرة الثانية تبعت الأصمعي دون العقل لا نستطيع إدارة الأموال حتى تدير أموالك بشكل صحيح عليك أن تكون شخص تكي وذوع عقل حكيم غلام تعني صبي حدث السن أي صغير السن أحمق تعني قليل العقل ويجني يعني يقضي عليه طيب الفقرة الثالثة تبعت الحسن والفقرة الرئيسية التي تحملها العلم والمعرفة لا يرتبطاني بالعمر ممكن إنسان يكون أصغر منك سنة لكنه عنده معلومات أفضل وأقوى وأصح من المعلمات التي تمتلكها أنت الزجر تعني المنع والنهي المقام المكان أحط أي علمته طيب نعود للكتاب حتى نقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب أضف إلى معجمك أحمق تعني قليل العقل الزجر المنع والنهي ثم بعد ذلك نأتي لمعنى استعفى أي طلب إعفائه كما اعتدنا أن نضع عند هذه الكلمات حفظ جميعنا طيب السؤال الثاني فرق في المعنى بينما تحته خط في كل مما يأتي قلت لغلام حدث السن أيا سرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنك أحمق قلناها في الدرس حدث تعني أحسنتم أعزائي تعني صغير السن الثانية منها معركة الكرامة حدث تاريخي مشرق أي أنها تعني أمر يسطره التاريخ أو يحفظه التاريخ هذه تعني أمر تاريخ يعني يحفظه ويسطره التاريخ بها أخاف أن يجني علي حمقي أن يجني الثانية قلنا يعني يقضي أو يرتكب ذنبا الثانية منها غالبا ما يجني ما يجني الناس ثمار الزيتوني في تشرين الثاني يجني أي يجني أي يجني أي يجني أي أحسنتم يقطف السؤال الثالث استخرج من الفقرة الأولى كلمتين إحداهما عكس الأخرى اللي هي من فقرة الفضل ومن أحسنتم الفضل ويحيا البرمكي قلناهم وعينناهم اللي هي أقبلة حطناهم جنب بعض هيك هيك إشارة سهمين متعاكستين يعني أقصد بها كلمات ضد بعض أقبلة أعرضة وأبا ورضيت رضيت يعني وفقت على الأمر وأبا يعني رفض طيب إلى هنا عزائي نكون قد انتهينا من حل أسئلة المعجم والدلالة الآن سنقوم بحل أسئلة الفهم الاستيعاب لهذا الدرس نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول لماذا رفض الفضل اللعب مع أخيه؟ لماذا رفض اللعب مع أخيه؟ خوفا من أن يغلب أخاه فيخجله أحسنتم إذن خوفا من أن يغلب أخاه فيخجله تغير لون خطة والمعنى هذا لون السؤال الثاني ذكر الفضل أمرين منعاه من إدخال السرور على قلب أخيه بملاعبة أخيه؟ بملاعبة أخيه؟ ماهما؟ وهل هذان الأمران مقنعان في رأيك؟ ولماذا الأمران أنه إن لاعبه وغلبه أخجله؟ إذن أحده معه أنه إن لاعب أخاه غلبه فأخجله والثاني لا يسره أن يكون أباه معه على أخيه هلأ شو رأيك بالموقفين؟ هذا يعني تترك لك عزيزين أن كل واحد له رأي مختلف كل واحد له رأي مختلف السؤال الثالث بعد قراءتك الحوار الذي دار بين الأصمعي والغلام أجب عما يأتي؟ بما أجاب الغلام؟ قال لا ورحمك الله لا مع الدعاء لا قال طبعا لازل نكتب ورحمك الله السؤال السؤال أو نفس السؤال باء على ما يدل جوابه عندما قال لا ورحمك الله يدل جوابه على فطنة وسرعة بديهته إذن يدل جوابه على فطنة وسرعة بديهته هل جيم هل تتفق مع رأي الغلام؟ طبعا يعني ما أتوقع في حدا له رأي ثاني فيها أنه يفضل أن يكون أحمق على أنه يكون معه مصاري أكيد كلياتنا منفضل الذكاء على المصاري أكيد نعم أكيد كلياتنا نتفق معه السؤال الرابع اشرح قول الغلام عندما قال أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي يعني أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي يعني أخاف أن أرتكب ذنبا يعني أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي سؤال الخامس ما دلالة قول الحسن بن الفضل فلست بأصغري من هدهدي سليمان ماذا قصد في ذلك عندما قلنا يعني ليس المرء بالسن وإنما به تكائه بلسانه بفطنته إذن ليس الأمر أو ليس الفتاة ليس الفتاة بالسن وإنما بقلبه ورساله إذن ليس المرء بالسن وإنما بقلبه ورساله السؤال الأخير هاتي من النص الثالث ما يفيد معنى قوله تعالى وفوق كل ذي علما عليم أي عندما قال أحطه بما لم تحت به حط اقتباس إنه ما أخذها من النص أنا أحطه بما لم تحت به درسنا جدا جميل وسهل وبسيط وهيك خفيف لطيف ونتعلم منه الكثير من الحكمة ومانات بعض لطيف ترجمة نانسي قنقر